السلام عليكم بنات كديري اللي بس عليكم كنتمنى تكونوا في صحة جيدة اليوم ان شاء الله غدا نحضر العسل كما قلت لكم في فيديوهات سابقة اللي غدا نحضروا ان شاء الله ونبرتجي معكم الوصفة اللي صراحة كتجي وصفة رائعة وناجحة بمئة بالمئة ويمكن لكم تستعملوها في بزاف ديال الاشياء يعني معسلات او للحلويات او لتتاكلو كي يجي زوين صراحة وكانت منى تبعوا مايا للوصفة للاخير وغادي اندابندوزو باش نشوفوا المقادير عندي جيش كيلو ديال سكر سانيدة وعندي سبعمية وخمسين ميليليتر ديال الماء عندي القنص معلقة ديال مسك الحرة مدقوقة مع سكر سانيدة وربع كاس صغير ديال المزهر خلطتو مع الماء تقريبا 100 جرام لكم الاختيار بالماء والمزهر في كاس صغير وعندي حامضة مقطعة وصاشي ديال الاتاي يعني ممكن لكم تستعملوه ممكن لكم تستغنو عليه اختياري المزهر واتاي يعني اختياريين يمكن لكم تكتافي وغير بالسكر سانيدة والحامض والمزهر والمزهر او لاتاي يعني اختياريين انا استعملتوهم الصراحة كيجي مدق ديالهم رائع وكيما كاتشاهدو اخذي الطنجرة اللي خاصها تكون تقيلة تكون غارقة يعني انا مستعملتش هنا اه طنجرة ديال الضغط استعملت غير الطنجرة العادية بالحق ما كتلصقش حسوة لابده تكون اه ما تلصقش باش هكا لسل ديالكم يجي بزيان هكا في الطنجرة ووضعت نصف كاس اللي مع المزهر والماء كيما قلت لكم خلط المزهر والماء مع بعضهم ووزت عليهم الحامضة مقطع يعني شرائح او دوائر غدا نغطى عليه شوية ويلا كانت عندكم التيقة في الطنجرة ديالكم يمكن لكم تخليه ولا بد يعني السر في النجاح ديال هاد الوصفة وهو النار خاصها تكون مهيلة يعني طبع لا خاطر خاطره مش نجهدو علي النار لان غير غير تحرق لكم السكر وما غدش تجيكم تنجحش لكم الوصفة وكيما كاتشاهدو غدا نحاول نحرك شوية يمكن لكم تحركوه يمكن لكم ما تحركوش غير تسدو عليه وتخليوه هكاك كملت لكم لحصفة طنجرة ديال كل سيدة وهذا العسل بهالطريقة هادي كيتحضر بسرعة سرع من طنجرة ديال الضغط وبعد ما حركتو هنا المرة الثالثة طليت علي انا مرة مرة كنت طلع علي باش هكاك ما يميت الاستقش ليه في الجوانب وحليت علي كيما كاتشاهدو العسل ديالي سير كيوجد غدا نحرك شوية باش نشوف هكا القاوحم ديالو يمكن لكم ما تقلبوش غير تخليو غير بهكاك يعني تخليو غير مصدود علي وما تقوش قلبو فيه انا كنبغي نوريكم المراحل يعني الحامض كيبين باللي العسل ديالي باقي ماش يواجد باقي خصو الطياب ما زال يالله بده تكدو بساني ده او السكر حبيبات وغدا نغلق عليه حتى يوجد لي العسل عادة غدا نحل عليه مني غدا نلاحظ باللي شكل ديالو يعني هنا ما زال عود كنوريكم كنوريكم مرحلة بمرحلة باش هكا تكون عندكم فكرة ماشي بغايت نغلق عليه ونخليه حتى نحلو ليكم واجد يعني بغايت نوريكم جميع المراحل اللي مر بيها في تحضير ديالو وهنا المرحلة الأخيرة العسل ديالي اكيد غدا نوري ليكم دابا واجد يمكن ليكم تكتافيوا بالنسبة اللون يمكن ليكم تكتافيوا بهذا اللون او لا تديروه اغمق او لا يبقى فاتح لكم الاختيار والحامض كما كتشاهدوا اللون ديالو بدك يتغير هذا دليل على ان العسل ديالي راه وجد مني كتشاهدوا دائما مني كتكونوا تحضروا في العسل ديالكم وكتلاحظوا باللي الحامض اللون ديالو تغير يعني هدك يعني باللي العسل ديالك راه وجد ودابا غدا ندوز باش نزيد الماء ثلتمية عفوا سبعمية وخمسين ميليليتر ديال الماء فجوش كيلو ديال السكر ساني دا اقلو مزيان يعني سبعمية وخمسين ميليليتر خاصة تكون الماء خاصو يكون غليان طيب ماشي بما بارد يعني المخصو يكون سخون يعني كيغلي كيما كتشاهدو كنحاول منحلش الطنجرة باش هكا ما يطرش علي كيلا ليستل اقلوى كأدك يعني ما يطرش عليكم تشاش ديالو اقلو تنتابهم مني تستعملوالطنجرة هاكا ودو تخيلووا في الماء وخاصهون خاصو ولا يبوطة انكم اتغلقوا الطنجرة و تخليوا غير الجن و تبقاوا وتكوبوا الماء غير من الجن بهكا باش ما يطرش عليكم تشاش اللي يصير يعني راكي وقعوا حوادث في الكوزينا وما غاداش نخليه مدة طويلة تقريبا واحد سبع ديال دقايق وزلت علي الساشي ديال الاتاي ونسك الحرة راه ما بنوش لكم بالتفصيل اعطاني هاد اللون هادا هاده هو اللون اللي كنتباع اللون غامط باش هاك يجيني في المؤسلات اللي غدا نستعمل هاك الشباكية و الحلويات انا سلو ما كنستعملش في هاد العسل كنشري لي العسل الحر يعني ما كنستعملش هادا هادا هنستعملو في الشباكية وهادا هو شكل ديالوم بعد ما صفيتو ووضعتو في هاد الهواني هاك كي يجي رائع كي ما كتشاهدو كي يجي خاتر واللون كي ما قلت لكم كي بقى لكم اختيار انتو ما اللي كتتحكمو فيه انتو ما كي ما كنشاهدو مني كنكوبو في هاكا في طاجين او لفتبصيل ما كي بقاش يباليكم من ذاك اللون الغامق اللي في القراءة هادا كي يكون مركز يعني العسل كامل بكمية ديالو يمكن لكم تتاكلوه او لا تستعملو في حلويات وهنا البنات كنتمنى الوصفة تعجبكم او الفيديو يعجبكم وإلى عجبكم ما تنسوش البنات تغطو لي على زل احمل اشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد وهناك نقول لكم السلام عليكم